الجسم فيه زي ما انت شفت الاصابات اللي حصلت في الفيديو اول ما بيحصل اصابة الجسم بيطلع انذار اسمه التصليح كويس عشان التصليح يطلع فيه قطر بيطلع سلاسل واربعد عربيات واربعد مراحل واربعد الطلقة الاولى بتكون مع خروج مادة اسمها السايتوكين دي الاشارات تعالوا المنطقة دي اديني قطر في المنطقة دي عشان يصلح لي يبدأ يحصل حاجة اسمها التهاب تبدأ الخلايا تخش يحصل تبدأ تفرز مواد اسمها الكولوجين تبدأ ترمم الاصابات تبدأ تلحم العضلات تبدأ بعد كده الانسجة اللي تكونت تاخد دورة دموية كاملة الدورة الدموية كاملة تتحول لانسجة جديدة انسجة جديدة تتضبط حاجة اسمها ريمودلينج على المكان المصاب ريمودلينج يعني عادة التكوين أو عادة التشكيل بالزبط زي ما انت شايفه هو ده القطار ماشي هو يبدأ المنطقة اللي اتقطعت المنطقة اللي اتمزقت المنطقة اللي اتجازعت تبدأ تترمم بنفس الانسجة عن طريق افراز مادة الكولوجين وبعد كده تدورة دموية تديها انسجة جديدة بقى عشان تعيش معاك على طول اوكي وتملى الفراغ وترجع تاني كويس في خلال وقت قصير عدة اسابيع وتكتمل عملية البناء خلال تقريبا سنة ترجع الانسجة كويسة جديدة ساعات بيحصل خلل يوقف القطر ده بقى واذا حصل خلل اثناء عملية التصريح زي ده البرو كولوجين شايفه في فيبر بلاست بتفريس كولوجين كولوجين ده هو اللي بيبني الانسجة في جسمنا كله ده غير الكورتيزون طبعا فيه فرق بين الكلمتين كبير يعني كولوجين ده بروتين الكورتيزون ده هرمون ده الكولوجين اللي احنا عندنا اربعة لستة في الماء من وزنينا كولوجين ده اللي بيبني العضلات والاربطة والغضريف والاوطار والجلد كمان دي حاجة تاني حاجة زي ما اتفقنا لو حصل ارور يعني خلل أثناء التصليح نتيجة مشاكل كيموية حصلت نتيجة ضعف في عملية البناء سن العيان مشكلة في الهرمونات كل ده بيبدأ يوقف اقدار التصليح مش هيرجع تاني مشكلته انه مش هيرجع تاني هتفضل قاعد في المحطة مستنيه طول عمرك وهتقعد بالاصابة طول عمرك مفيش سكيب يعني مفيش هروب من نقطة لنقطة تانية لازم يمشي حاجة ورا حاجة لازم يمشي حاجة ورا حاجة ومعظم الاصابات بتعدي كويس لو كانت اصابة عنيفة نتيجة حادثة حاجات هتخف وحاجات هتفضل وحتفضل عايش بيها عشان كده العين بييجي بقاله عشر وخمساشر سنة تعبئين يقول لأنا مأثرتش رحت لدكاترة كلهم خدت العلاج ما اول ما تعبت سفيش حاجة جابت نتيجة لان عدى القطر وما رجعش من معظم الحاجات اللي بتوقف القطر ده المسكن اي مسكن في بداية الاصابة بيمنع عملية التصليح او الكورتزون دول اسوأ حاجتين تبدأ بيهم مع الاصابة دي حاجة تاني حاجة الPRP بيديلك قطر جديد بفرصة جديدة انك تخف بأمل جديد انك تخف لان زي ما اتفقنا زي عدى القطر مش راجع تاني واحد تفضل طول عمرك مستني ييجي ومش هيجي فالحل ان احنا نعيد تاني عملية التصليح من الاول زي ما الجسم بيعملها لنفسه فلازم تبدأ تحطوه لمحفزات بناء علشان نبدأ يعمل قطر جديد دي خلاصة كده فكرة الصفاحة الدموية حقن الصفاحة الدموية الغنية بالبلازما اشتركوا في القناة